النهاردة في دوري الأبطال بجانب طبعا مباراة بيرامدز والساندونز الانتهد بالتعادل 0-0 فيه كمان في الكنفرالة الأفريقية فريق أبو سليم الليبي فاز 1 لشيء على سوار الغيني والهلال الليبي فاز 2-1 على سوبر سبور الجنوب أفريقيا والتحاد الجزال زي ما أعطيكم فاز على مودرن فيوتشر 1-0 في الدول الإنجليزي إيفرتون بيزيد من أوجاع تشيلسي ويفوز عليه بهدفين دون رد وفولهم بيعمل نتيجة كبيرة على وسط هام يونيتد 5 لشيء ومانشستر سيتي بيعمل كومباك أمام لوطن تاون ويفوز 2-1 في رياب هالند والتوتن هام نتيجة كبيرة جدا أمام نيو كاسل المباراة دي كانت متكافأة جدا المفروض يعني توتن هام فاز بيها 4-1 في ليلة تقلق سونس ونعمل مباراة كبيرة ورائع جدا في الدول الأسباني أو قبل الدول الأسباني ما تجبولي يا جماعة أقول لكم النتائج وما كان نروح للجدول الدول الأسباني النهاردة في الجولة 16 أتليتكم أدريد فاز 2-1 على ألمريا وأتليتك بالباو فاز 1-0 على غرناطة وأساسونة وقادش تعالوا 1-1 وجرونة المتقلق جدا الموسم ده متصدر الدول الأسباني فاز على برشلونة بال4 جرونة مفاجئة أوروبا السنة دي يعني فاز 4-2 على برشلونة في الدول الأسباني تعالنا بقى نرجع لجدول الدول الأسباني عشان ده حكاية بص حلوة الجدول واحنا نقترب من نهاية الدول الأول في الدولة الإنجليزية اعرض الجدول شوفوا المنافسة عاملة إزاي شوفوا النار شوفوا حسن دوري في العالم عاملة إزاي ليفربول في الصدارة ب37 نقطة من بعده أرسنل 36 نقطة فرق نقطة من بعده في الثالث أسنون فيلا 35 نقطة يا سلام من بعده في الرابع منشستر 33 نقطة تشعيق نار نار توتنهم مش بعيد قوي توتنهم فرق ثلاث نقطة بينه من منشستر سيتي في المركز الخامس ب30 نقطة وينايتد بيقولك أنا موجود في المركز السابع بسواء 20 نقطة طبعا كان يكسل في المركز السابع بـ 26 نقطة بنفس رصيد برايتون في المركز الثامن وفي المركز التاسع وستهام ينايتد بـ 24 نقطة وبعد كده فولهم في المركز العاشر بـ 21 نقطة أحلى دوري في العالم بلا منازا في المركز الـ 11 بريدفورد فيه بـ 19 نقطة بنفس رصيد شلسي في المركز الـ 12 ويلفر هابتون في المركز التلاتاشر بتلاتاشر نقطة أيضا بنفس رصيد بورنموس في المركز الـ 14 كريستابالس في المركز الخمستاشر بـ 16 نقطة وناتينج هاب فورست في المركز الـ 16 بـ 14 نقطة ايفرتون في المركز السبعتاشر بـ 13 نقطة ولوتون تاون في المركز التمنتاشر بتسع نقاط وبيرنلي في المركز التسعتاشر بتامع النقاط بنفس الرصيد في المركز الأخير نار دوري ممتعة جدا دوري ممتعة جدا